كلمة الله كتاب هنا علشان نكون مدققين ما بيقولش الإيمان بكلمة الله لا حط حلقة وصل الإيمان بالخبر والخبر دي في ترجمات تيجي بالكلمة يعني عزيز المشاهد لازم مش أنك تقرأ الكلمة لكن أنك تيجي في محضر الله وتسمع صوت الرب اللي صوته بيجي بيكلمك بالكلمة دي لأن الكلمة دي ساعتها هي اللي حتعمل فيك الإيمان مش كل كلام ربنا الشيطان في وقت من الأواد يستخدم كلمة الله مع الرب يسوع في فرق أنه الخبر الخبر ده هي المفتاح في الموضوع أنه كلمة الله تكون الكلمة اللي بسمعها من الله في الوقت المحدد دوت اللي بتخلق فيه إيمان واللي بيقال عنها الريمة الرب بيرسل كلمة نبوية لي أسمعها بس بيبقى ليها التأثير الخاص يعني ممكن أسمع كلام كتير عن الشفاء نطق الخاص مسحوبة بقوة خاصة وفيها كده روح النبوة كأنه كلمة بيبقى ليها السلطان على حياتي فأنا لازم أتعرض أقف قدام الرب لغاية لما كلمة دي تيجي كلمة دي تخلق جوايا ترجمة نانسي قنقر